فلسطيني الولادة فلسطيني العوادت دائماً أنه تعطينا أشخاص دائماً بتركوا إرث في وجودهم وحتى بعد وفاتهم اليوم كمان حنكون مع ذكرى السنوية لرحيل المفكر والكاتب نصيف عواد هذا الكاتب والمفكر اللي ترك بصمة أيضاً وترك إرث كبير في أدبنا وفي رواياتنا الفلسطينية صحيح وصفوا البعض بأنه زيتونة فلسطينية في رحاب نخلة عراقية وأيضاً قيل عنه بأنه يحمل قلم ناقد ورشيق ماذا يعني كل هذا وكيف نحيي هذه الذكرى في هذا اليوم مع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب الأدباء الفلسطينيين الأستاذ مراد السوداني صباح الخير صباح الخير صباحكم عافية ووفاء والرحمة على دكتور صائب عريقات في ذكرى الأربعين والرحمة موصولة لنصيف عواد المفكر والكاتب والإعلامي الوازن الذي ترك آثاراً بيضاء بما يليك بفلسطين والعراق وهذه الأمة نعم سيد مراد لما ذكرت فرح زيتونة فلسطين على نخلة عراقية وهذا العلاقة الفلسطينية العربية دائماً التي كانت تنتقل بالقلم وبالريشة ومن خلال لقاء الأدباء والمفكرين اللي حملوا دائماً العروب والقضية لو بنلخص سريعاً لكل من يتابعنا الكاتب والمفكر نصيف عواد ببعض الألقاب وببعض التفاصيل التي ترك فيها إرث في قضيتنا الفلسطينية وبين شعبنا الفلسطينيين فلاح بامتياز من عين عريق الذي نشأ وترعرع على تراب عين عريق ودرس في بيتونيا ثم انتقل إلى ثانوية بيرزيت ثم إلى بيروت ومن ثم إلى العراق عندما نتحدث عن هذا الاسم الوازن والكبير نتحدث عن مسؤول المكتب الإعلامي للشهيد الكائد صدان حسين رحمه الله الذي رافق القيادة القومية العراقية وكبار الكتاب والأدباء والفنانين والمبدعين ليس العراقيين فقط بل والعرب وجعل من فلسطين قنطرة نحو الحق والحقيقة وأصر حتى اللحظات الأخيرة أن تبقى فلسطين هي المبتدأ والخبر في مقولته وجملته الإعلامية والكتابية عندما نتحدث عن هذا الاسم المختلف والاستثنائي نتحدث عن عصامية هذا الرجل نتحدث عن هذه الطهرانية التي عبر عنها كل من عرف نصف عواد مفكرا ومبدعا وإنسانا هذا الشغوف ونحن في ذكرى اليوم العالمي للغة العربية الشغوف باللغة العربية هذا الذي لم يفاركه الكرآن وديوان المتنبي حيثما حل وارتحل هذا المسيحي الذي ذهب عميقا في الإسلام لكي يعيد إنتاج كوة العروبة من خلال أنساغها القضراء بما يحقق كل هذا العناق ما بين الدين الإسلامي والدين المسيحي لروح متسعة وعالية لا تفرق ما بين دين ودين تؤكد أن فلسطين هي في أقرب مساحة ونقطة من السماء هذا هو نصيف عواد الذي نتحدث عنه الذي بذل حتى اللحظات الأخيرة كل ما لديه من أجل فلسطين ومن أجل العراق وظل وفيا لهذه السيرة والمسيرة وعندما نتحدث عن العراق هذا الذي أعطى فلسطين هذا المرجل الوهاج الذي حنت دماء شهداء صخور فلسطين وما زالت مكبرة الشهداء على بوابات جنين فهو في فلسطين محتل عام 48 مثل ما هم المقاتلون العرب والفدائيون العرب يؤكدون أن فلسطين خيط الذهب في عباءة الأمة أكيد أستاذ مراد كان قلمه لاذعا وكان ناقضا فعليا ولكن كما ذكرنا في البداية كان ينصف بأنه الناقض الرشيق كيف يكون النقد رشيقا لما نتعرض بالأراءة عندما تنقض طرف أو سياسي أو مفكر أو موقف أو ظرف بغض النظر كيف تكون رشيق في نقده باعتقادي أن الرشاقة الذهنية التي تحدث عنها الراحل أستاذنا حسين البرغوثي رحمه الله تتعلق بهذا القلم الرشيق بهذه الدقة الجراحية في تناول الموضوعات النقدية النقد من أجل التصحيح وليس من أجل التجريح النقد ليس من أجل التهديم وتخليع الأساسات والبنيان الهدف هو التصويب هو أن تكون البوصلة دائما في الاتجاه الصحيح فلسطيني في الخط السليم لفلسطين والأمة العربية بما يؤكد على ثوابت فلسطين وثوابت هذه الأمة وهو ما اجترحه هذا المفكر المختلف الذي ذهب عميقا في الشعر الجاهلي وأحبى مثل ما قلت المتنبي وأبا نواس والغزل العربي وذهب في تفاصيل الشعر الجاهلي تحقيقا في رسالة الدكتوراه ومن الأعمال المختلفة والاستثنائية عربيا عندما نتحدث عن هذا الشغف لأدق التفاصيل عندما سأله أحد أصدقائه وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأمواج الهموم ليبتلي عن الواو ماذا تعني فقال إن هواو ربا هذه الدقة التي لا يعرفها إلا المتبحرون من النحويين في اللغة بمعنى أنه كان يدرك أدواته لكي يكون قلمه رشيقا بما يليك في هذا النقد وعندما نتحدث عن نصيف عواد لا نتحدث عن كاتب وإعلامي فقط نتحدث عن استراتيجية إعلامية ثقافية وكيف لا وهو قد تلمذ على يدي الأستاذ ميشيل عفلك وكبار الكتاب والمفكرين والمبدعين العراقيين والعرب وكان مثل ما قلت برفقة ومكاتفة الشهيد صدى محسى رحمه الله ومن أجمل ما قرأت له عندما تحدث أن الانحراف للإنسان يكون بكلة الحب نعم أستاذ مراد يعني لعشان نستغل الوقت بما أنه يعني اتحاد الكتاب دائما يسجل هذه القامات في كتب ينتج لها العديد من الكتب فهل هناك إنتاج خاص في هذا الراحل وهل هناك سيكون تجميع أكثر لما كتبه في كتيب يصل لكل الأجيال ويسافر أيضا من فلسطين إلى العراق ولكل أنحاء العالم نحن بالتواصل مع أسرة الراحل الكبير نصيف عواد مع ابنه يعرب ومع زوجته الكريمة والعائلة توصلنا بكل ما كتب وعندما حضرت أربعين هذا الراحل الكبير بدعوة من رابط الكتاب الأردنيين قبل عام كان هذا الحجد الكبير من الأقلام العربية التي تحدثت عن مناقبية وفضائل هذا الإنسان الذي عاد عام 95 إلى عين عريك عودة ناقصه سرعا ما عاد إلى العراق مرة أخرى ثم إلى عمان ليدفن في مسقط رأسه لم يخرج من فلسطين إلا ليعود إليها وإن غاب عن فلسطين إلا أن فلسطين لم تغب منه ظل ممسكا بتفاصيلها وبسياقاتها وبمقولاتها لذلك هذا الكتاب جمعناه وقريبا سيصدر عن الاتحاد العام الكتاب والأدباء كل الأقلام التي سطرت وحبرت مشاهداتها ومعايناتها وشهاداتها بما يليق بهذا الشاهد الكبير وشهيد الإنكسارات الكبرى بعد سقوط العراق من قبل الغزاء لذلك هذه الأوراق الخضراء ستنهض قريبا من هنا من أرض فلسطين لكي تسجل الوفاء بما يليق بالعراق لما قدمه لهذا الاسم الكبير رئيس فرع اتحاد الكتاب والصحفين فلسطين في العراق وكل المواقع من رئيس التحرير الطليعة العربية إلى جريدة الثورة إلى كل السياقات الإعلامية التي رافقت لذلك هذه الأوراق هي لمسة وفاء وهي تلويحة وفاء كبرى لواحد من الأسماء الحقيقية الطهرانية في الثقافة الفلسطينية والعربية التي نفتخر فيها وبها ونقول أن ما يبقى هو هذه الفضائل التي لم يورث سواها نصيف عواد وهنا أسجل انتباهة السيد الرئيس محمود عباس بإعادة الاعتبار لنصيف عواد وزملائه عندما لحق به حيف القوالين والحسدة الذين حبروا بما لا يليق بهذه السيرة والمسيح ولكن اسم كبير زيتونة عالية في رحاب نخلة عراقية بما يليق بهذه الأمة وبفلسطين التي ستعود إلى حقها وحقيقتها وهذه حتمية الرحمة لروح القائد والكاتب والمفكر نصيف عواد شاكرين لكم هذه الجهود وشاكرين تواجدك معنا ونتمنى إن شاء الله دائما أن نرى العديد من الكتب التي توثق كل إنسان فلسطيني له بصمة أكيد وهذه الأسماء دائما نفخر بها بفكرها أيضا وبعلم أنه متحدث عن هذه الأسماء التي تركت بصمة لنا أخيرا وقبل أن نختم نحن تحدثنا قبل قليل عن مرور 40 يوم على وفاة شهيد القضية الفلسطينية دكتور صائب عريقات في هذا اليوم هل من كلمات معينة بتحب أنك توجهها أستاذ مراد أقول بأن هذا الرجل الطيب الرجل الذي أعطى كل ما لديه من أجل سيرة ومسيرة هذه البلاد وحقها وحقيقتها استطاع أن يكون اسما يحفر من ضمن الأسماء الكبرى في خارطة الإبداع والثقافة والوعي وليس في السياسة فقط وهذا ما يميز المثقف السياسي عن السياسي غير المثقف وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا السياسي الذي يدرك أدواته الذي يتقن كل سياقات الوعي والثقافة والإبداع بما يؤهله لكي يقدم رؤية ومقولة تليق بالسياسة الفلسطينية الأكاديمي المثقف المبدع صاحب المقولة الوازنة واللسان الذرب رحمه الله الدكتور صائب عريقات عندما نراجع كل هذه المقولات ندرك حجم الخسارة ولأن شدة القرب حجاب ربما أغمضت أعيننا عن كثير من سياقات هذا الرجل الذي واصل حتى اللحظة وفي المعركة الأخيرة التي هبت رياح مرة وصفراء وسوداء على فلسطين كان لدكتور صائب عريقات قولة تليق بفلسطين بالسياسة الفلسطينية بالثقافة الفلسطينية بما يؤكد أن فلسطين قادرة على مواجهة كل مساحة الإلغاء والشطب والتذرير فهذه الذكرى أليمة ولكن عزائنا ما تركه من إبداع ومن فكر ومن أكاديميا لهذه الأجيال لكي تبنى عليها ولكي تحمل هذه الرايا بما يليق بهذه الفلسطين باكتمال نشيدها من أول المد إلى آخر الندى شكرا لك أستاذ مراد سوداني شكرا لوجودك معنا والرحمة لروح الفقيد القائد الوطني دكتور صائب وأيضا الرحمة لروح الكاتب والمفكر نصيف عواد أجد صعب